ناقش اجتماع لجنة الإيرادات بمحافظة مأرب رئاسة وكيل المحافظة عبد الله الباكري ناقش خطة عملها للنصف الأول من العام الحالي وجهود تحصيل الإيرادات المالية وتنميتها وكد الوكيل الباكري أهمية تنمية وتحديث الموارد الإيرادية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشددا على ضرورة معالجة الصعوبات وتحسين الأداء كما جرى في الاجتماع مناقشة آليات تفعيل الأداء في المكاتب الإيرادية وتنشيط الأوعية بما يلائم التوسع في الاستثمار والنهضة العمرانية التي تشهدها المحافظة واتخذت اللجنة عددا من القرارات والإجراءات المتوافقة مع القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المكاتب الإيرادية بما يحقق التنمية المنشأة المنشودة في الموارد اشتركوا في القناة